أهلا وسهلا بكم بجرسيات عمر حديدي معي أنا عمر حديدي يوم رح نحكي عن مسلسل الإمام الشافعي رسالة الإمام لخالد نبوي هنحكي عن الأخطاء أول خطاء هنحكي عنه هو ورود أبيات شعرية للإمام الشافعي غلط هي مش للإمام الشافعي هي لشاعر معاصر اسمه حديفة وهو شاعر سوري معاصر حكى هاي الأبيات إنها على أساس لإمام الشافعي وهي مش للإمام الشافعي هي لحديفة زي ما حكيت لكم ليرد الشاعر المعاصر عبر السوشال ميديا ويحكي إنه هذا الشاعر لإله مش للإمام الشافعي انتقد جمهور الغلط اللي صار بالمسلسل وهو الخلط بين اللغة العربية الفصحة مع اللهجة المصرية العامية ليبرر صناع المسلسل للغة القبطية الصعبة على الممثلين وفيه غلط ورد بالمسلسل لأن الإمام الشافعي بأخذ زوجته اللي يعالجها عند الراهب القبطي وهذا الشيء غلط لأن كان الإمام الشافعي هو كمان طبيبا جانبا إنه فقيها ولغويا فهذا الشيء ما ورد بمسيرة الإمام الشافعي ومن الأخطاء اللي وردت كمان قولي الإمام الشافعي من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم هل الناس بتحكي من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن فشل الناس وجون قوي جداً على المسلسل بس للعلم المسلسل صح والناس غلط هلأ نحك شوي بهذا الموضوع الأخطاء اللي وردت شوي بالمسلسل الأخطاء مش عارف ليش إنتاج ضخم ومسلسل قوي وممثلين أقوياء ليه هاي الأغلاط اللي عم تورد من المسلسل سيناريو وكتاب ومنتجين ومخرجين وأخطاب تورد من المسلسل ليه؟ راجعوا، دقيقوا، اتأكدوا من معلوماتكم قبل ما طلعوه للعلن يعني للناس دقيقوا اللي بتوقعوا بهذا الأخطاء مش فاهم نحكي عن مسلسل ألف حمد الله على السلامة للنجمة يسرى اللي بتفوق كوميدياً عن مسلسلات أخرى مسلسل بحكي عن سميحة اللي بترجع من كندا لمصر لتأخذ ورثتها بعد وفاة زوجها وثتها هي أولادها بعد وفاة زوجها وهو وثيمة المسلسل أحلام سعيدة لنعرض السن الماضي اللي لا يسر الكامع بطولة غدا عادل وشي ماء سعيف وهذه السنة بتكمل على نفس الرتم هو لايت كوميدي اجتماعي أعذروني رح أقرأ شوي من الورقة وأحكيكم شوي عن المسلسل المسلسل فيه عناصر كوميديا الاسترغم تقليديتها فيها الكثير من عناصر الناضجة على مستوى الكتابة والإخراج بس شوي فيها عيوب عيوب بالسيناريو وفيه رتم بطيء بالمسلسل بناء شخصيات فيها شوي تلخبطة وتخبط في بعض النواحي بس يسرى في عندها لياقة بالتمثيل في لياقة بالتمثيل عنده يسرى الخلاصة المسلسل مسلسل فيه تعتمد على كوميديا المواقف وتفوق صح على الكبير أوي هاي السنة يسرى تتفوق على الكبير أوي لأحمد مكي نحكي عن المسلسلات فشلت في رمضان 2023 مبكرا وخرجت من الصباق الرمضاني مبكرا أولهم مسلسل إكسلانس لمحمد سعد اللي خرج من الصباق الرمضاني مبكرا والناس ما سمعت عنه عبر السوشال ميديا روادسه السوشال ميديا ما سمعت عنه إلا بعد من تشهر فيديو لاخناءة محمد سعد مع حدا من الكواليس تشهر هذا الفيديو والناس سمعت عن مسلسل محمد سعد إكسلانس بعد هذا الفيديو هنا في سؤال يطرح نفسه محمد سعد من المواهب اللي ظلمت واللي هو ظلم نفسه موهبة زي هاي لازم يتم استغلالها والناس سمعت عنه لازم لازم ما يتم ظلموا بهذه الطريقة ثاني مسلسل خرج من الصباق الرمضاني لسنة 2023 مسلسل ستهم لروجينة بسبب موقيط العرض لغلط روجينة بحسسة بكير أنها تشيل بطولة مسلسل لحالها ثالث مسلسل بسبب الأغلاط اللي فيه سره الباتع صار مهزل عبر السوشال ميديا بسبب الأغلاط التاريخية اللي فيه والركورات صارت الناس تحكي عنه وتعلق عليه ما فشل هو بسبب أغلاط صار مهزلة للجمهور رابع المسلسل رسالة الإمام بسبب أغلاط اللي فيه كمان صار ناس تحكي عنه كتير وهيكا صار من المسلسلات اللي ناس صارت تدوله بتفكر غلط عبر السوشال ميديا تصريح مدلين طبر زوجت مرة ونص ضحكت لما سمعت التصريح حكيت كيف يعني مرة ونص خلينا أشوف تبرير مدلين طبر يعني مرة ونص مرة ثمانة ستينية تزوجت والمرة الثانية تزوجت سنة أو سنتين أو سنة ونص واحد موظف عندها صدامة صراحة معها حق سنة مرة ونص يا سنة ونص حلو مش غلط ياسمين صبري أنزعج من كل امرأة تبرز مفاتنة لها لأنها بدها تأخذ شيء أو لما يعني بدها تأخذ شيء أو تلفت انتباه ما رح علي أهل هذا التصريح يعني هذا التصريح ما رح علي علي خليه لإلك تصريح التالي لما بدها مرة فترة عليها تتحجب وبدها تعتزل وبدها تسير امرأة ملتزمة الله يهديكي منوجه غلط تصريح داليا مبارك أنه هي نجمة السعودية الأولى طلنا شتواعد وحكيت أنه هي نجمة السعودية الأولى ماها حق اللي بفوت على السوشال ميديا وبشوف على اليوتيوب وبشوف مين المتصدر داليا مبارك هي الأعلى أرقاما هي الأكثر تواجدا وهي الأنجح مش غلط تصريح محمد رمضان بعد ما جاب تسعة مليار مشاهدة على التيك توك أنه هو النجم العربي الأعلى مشاهدة عبر التيك توك حكى وسألوا أنه لو بعد أو أنه لو بدوا شوف مين هو النجم العربي اللي بدي تابعه وبدوا يسيريه تطلع عليه ويشوفه حكى أنه لو بدوا يرجع فيه الزمن ويشوف النجم العربي رح يرجع يشوف نجم واحد هو محمد رمضان كمان مرة وثقة بالله نجاح كبراني نخصي براسك حبيبي أروق على وضعك في عمري دياب في تامر حسني في وائل كفوري في عاصل حلاني في نجوم كبار بالوطن العربي غيرك فهدي هدي هدي في ممثلين كمان في عاد الإمام في أحمد عز في أحمد السقة في ناس كبار جدا بالوطن العربي غيرك خلينا نشوف هاي الصورة مين هاي دنيا بطمة ولا بتهيئ لي مش عرف يا دنيا بطمة يا ندين سابنجن لا دنيا بطمة بس هي عامنا ندين سابنجن تصريح غادة عبد الرازي إنه إلي عشرين سنة بتعالجه نفسيا مش غلط ومش غلط الواحد يراجع دكتور نفسي معك حق مية بالمية بس الغلط أنك تطلع تصرحي إنك بأيام التسجيل أو التصوير بتفتري برمضاء يعني الناس مش هتستوعب هذا أمر شخصي لإلك وانتي حرة فيه مش ضروري عبر العلن نحكيه قدام الجمهور لأن الناس ما بتستوعب والناس في بعض العقول يعني هذا أمر خاص فيك أنت أنت حرة فيه جليلة من تكوني يعني أنا مش عارف إذا أنت عن جد علاقة كان إليك مع تامر حسني أو لا بس إنه صارت شهرتك من وراء تصريحاتك على تامر حسني هدي 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 حبيت رد نيلي كريم في حبر سري على باسم سمارة لما سألتها المزيعة إنه باسم سمارة علمك التمثير في ذات حكت إنه هو حكى رد عفوي حبيت ردها يعني ما طلعت جرحت ولا طلعت حكت شي ضد باسم سمارة حكت إنه هو حكى تصريح عفوي ورد عفوي حافظت على خط الرجعة وحافظت على الود بينه وبينه ما طلعت جرحت فيه ولا طلعت حكت أي شي ضد مشهد في مسلسل النار بالنار لما دخلت كاريس بشار تصور صورة لجواز السفار فطلب منها لنا تشيل الإشار كثير فيه في لبنان ستات محجبات على طريقة كاريس بشار في المسلسل فهذا المشهد غلط وما إلو علاقة وأثار الجدل بالطريقة سلبية جدا وما إلو علاقة في الواقع اللبناني ولا واحد بالمية ومشهد ما إلو داعي يعني اللي نحط مش فاهم لكن مسلسل بشكل عمومي رائع جدا وحلو ما فيهوش أغلاط وبشكل عمومي أنا بحكيه ومسلسل جيد جدا مروى راتب يعني عم بتثير جدل بأي شكل وبأي طريقة كانت صور فيديوهات تصريحات مهرك وأبصر شو مقرفة ومقززة بشكل لا يعقل يعني وقفوهم هدول الناس على السوشيال ميديا بأي شكل كامل هايك منكم وصلنا نهاية جرسيات عمر حديدي بلعيكم من أسبوع جاي بحلقة جديدة تخلي عينك على الجرس